فريق النادي الأهلي الأول بيستأنف تدريباته استعداداً للمقاولون العرب استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته النهاردة الصبح على ملعب مختار التتش بالجزيرة بعد انتهاء الراحة السلبية اللي حصل عليها اللاعبين لمدة 24 ساعة اللاعب أخذ التدريبات بدنية في الجيم تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال قبل انطلاق فقرات التمرين الجماعي مرسل كولر اجتمع باللاعبين قبل بداية المران وتكلم معهم عن استعداداته أو الاستعدادات خلال المرحلة القادمة لمباراة المقاولون العرب وما بعد مباراة المقاولون العرب نومة فنية محددة اتكلم فيها وأيضاً اتمرنوا عليها النهاردة وقبل ما يختتم كولر فقرات التمرين بتأسيم قوية ضمت ثلاث فرق بمشاركة جميع اللاعبين طبعاً كل اللاعبين متواجدين الآن باستثناء طبعاً علي معلول لأن علي معلول هو الوحيد المنتخب التونسي بيلعب في كاس العالم وبالتالي علي معلول متواجد وزي ما حضراتكم شفته رسالة دعم من كل اللاعبين لنجم النادي الأهلي كابتن علي معلول وانتظم أيضاً اللاعبين الدولين في التدريبات الجماعية والجهاز الفني حدد لللاعبين الدولين تمرين استشفائي وبرنامج بدني للتخلص من الإجهاد بعد انتهاء مشاركتهم في معسكر المنتخب الوطني الأخير ترجمة نانسي قنقر